مناسبة لنقاش عمليات الإصلاح ولكن النقاش كذلك ديل هذا البنامج الطموح ديل الوش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية واليوم بدين اجتماعات يعني مع النقابات الأكتر تمتيلية واللي كان يعني جد إيجابي حيث أن ميزانية الدولة لن تتحمل لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر والإبقاء في نص الوقت على تحمل كلفة كاملة نظام المقصة وبالتالي وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والأشتاء وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من ديسمبر 2023 ستعمد على تخصيص الهامش الناتج عن تقليل دعم المقصة والذي يمتل تقليصاً تدريجياً جزئياً جزئياً محدداً زمنياً ما بين 2024 و2026 سيوقف الاستكمال سيوقف لا تكومبونسسسيون يعني لا نقلل نزيده في التكومبونسسسيون لا تكومبونسسسيون لا تكومبونسسسيون الاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر وأنه لا يكون تحريراً سيكون تسقيفاً سيكون تعمل على عامين أو على ثلاث سنين هذه المترجمات التي سيكون سنتكلم عنه من بعد سيكون الناس في 2026 لا نحرك لا نحرك كل شيء وما غادش نحيد الدعم كل شيء الدعم الكبير سيبقى ولكن المساهدة ما والسوليداريتي يعني خصها تكون من عند التبقات الأخرى وهنا يمكن أن نقدمه بعض الأمثلة باش يكون لك شيء واضح للمواطنين المثال الأول المثال الأول المثال الأول من الأسرة تستوفي العتابة استفادة من الدعم المثال الأول هناك شخص العتابة يأتي بالتقيد في الناس المثال يجب أن تذهب إلى الناس المثال الوصول السجل الموحد سيكون المثال يرى المداخل ويعطيك مختلفة إذا كان لديك الحق ستأخذ لا ترى لا ترى أي شخص الذي سيقول لك ما لديك الحق وليس لديك الحق ما لديه ما لديه ما لديه ما لديه ما لديه في المستقبل إذا كان لديك اسمحوا لي أسرة تستوفي العتابة لديها العتابة لديها استفادة من الدعم لديها ثلاثة ديال الأطفال عامهم أقل من 21 عام يقررون بثلاثة ابتداء من ديشمبر 2023 وفي المناسبة هذه الناس التي لديهم أكثر من ثلاثة ديالها تقريباً نص هذه المواطنين المستهدفين لديهم أكثر من ثلاثة ابتداء من ديشمبر 2023 هذه الأسرة ستصل مباشرة في الحساب البنكي لها وعن طريق وكالة الصرف بدعم 600 درهم يعني كل شهر يعني مئتين درهم كل طفل لأنها وفات 500 درهم نحسب له مئتين 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 وقد دعم يزاد كل عام حتى يصل لتسعمائة درهم شهرياً ابتداء من يناير 2026 هذا العام سيبدأ يوصل تسعمائة درهم ونفترض أن هذه الأسرة تشعر واحدة تكبير تكبير الغز حالاً تمن 40 درهم هي في الحقيقة تصبح مئة وثلاثين لا لا مئة وثلاثين مئة وثلاثين مئة وثلاثين مئة وثلاثين مئة وثلاثين لذلك المواطن يخلص 40 مئة وثلاثين وثلاثين تأخذ البقية وثلاثين أنه ابتداء من أبريل ونجعل بعض الناس حتى يدخلوا الإمكانيات وهذا يدخلهم سنة واحدة الشهر إذا كانت ابتداء ستزاد واحدة عشرة درهم مثلاً في كل عام في القارة ولكن في 2026 سنة مكسيموم نفترض 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 سنة مكسيم سنة مكسيم دعم هذه الأسرة وهو كيف قلت 600 درهم 600 درهم في 2023 سيرتفع 750 في 2025 و سننحل 900 درهم شهرياً ابتداء من يناير 2026 بمعنى أكثر من 10 ألاف درهم في العام المثال المثال الثاني دي الأسرة كتستوفي العتبل دي الاستفادة من هذا الدعم هذا هذا الأسرة فيها الأب والأم وبعادي الدواري كلهم كيقار سن دي الهم قل من 21 نعم واحد من من الأطفال جابت الأقدار أنه في وضعيات إعاقة هذا الأسرة غادي تخد مباشرة ابتداء من 2023 دعم شهري 736 درهم وغادي يرتفع تدريجياً بس يوصل لأكثر من ألف درهم ابتداء من يناير 2026 والفكرة التي أريد أن نصل هي أن الدعم المباشر الممنوح يعني سيفوق بكثير يعني مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاسة مرة أخرى إنصافاً للأسر المستحقة للدعم سيدات السادة النوى ومشتشرو المحترمون نحن نرهن اليوم على الإصلاح بالتدريج بروغريسي وتراجع في الخطاب صعب جلاله وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة واللحتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها اليوم كان لدينا النقاش مع النقابات بثلاثة وقلنا بأننا يعني الطبقة المتوسطة ووعدناهم بأننا سنقلسوا معهم قبل أخير السنة ونضعوا معهم محظة بنامج بشهد الطبقة حتى يكون عندها يعني في التسكيسيون مع النقابات في بعض الحلو إن شاء الله سنجوا بها وهذا شيء إجرابي وكما سننسوا حتى شيء أنا مكسف أغتنم سيبراهيمي أرجوك أغتنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة بعد بعدما عملت في إطال حوال الاجتماعي على غرفة ..